السلام عليكم بهذا الفيديو سأقدم قائمة بأفضل 10 إضافات مجانية لبرنامج بلندر من خلالها تقدر تبني مشروعك بسهولة حسب احتياجك لهذه الإضافات المجانية وأيضاً ستختصر الوقت الذي تضيب صنع مشاريعك للخروج بأفضل نتيجة وعندنا أيضاً قائمة تشغيل تشمل جميع الإضافات المجانية لبرنامج بلندر تقدر تشوفها على هاي القناة جميع الرابط بالشرح ستكون في أسفل هذا الفيديو بالمرتبة الأولى إضافة بيرد جينيريتر أو مولدة طيور تستخدم هاي الإضافة العقدة الهندسية بشكل مباشر على مجموعة طيور جاهزة للتحريك بشكل تلقائي وصنع مشهد أنيميشن دقيق مبني على خطوط المنحنيات أنا أشوف هذه الإضافة أفضل حل لصنع مشهد أنيميشن متحرك للطيور في خلفية مشروعك الخاص الإضافة تمتاز بمرونة وسهولة التحكم بسيط للطيور المتحركة وأيضا تقدر تغير من شكلها والتحكم في عدد طيور في داخل المشهد وأخيرا تأكد بنسخة الإضافة الحالية مطابقة مع نسخة البلندر المطلوبة تقدر تنزل هذه الإضافة من موقع تامروت بسهولة مباشرة رابط التنزيل سيكون في أسفل الفيديو أمام بالنسبة لصنعة مشهد أنيميشن أرشح إضافة ريكيفاي أينيم بوكس من الإضافات الدقيقة اللي راح تساعدك في التحكم بالرسوم المتحركة الخاصة عندك على مستوى عالي من الدقة أضافة إلى اقتصار الوقت والتحكم في تدرج الأضاءة والمواد القابلة للتنزيل عن طريق هذه الإضافة المصمم ناشر عدة مقاطع تعليمية للأنيميشن تقدر تشاهده وأيضا تتعلم طريقة عمل هذه الإضافة جميع الروابط راح تكون في الوصف الإضافة الثالثة هي إضافة تريل موديفاير هذا المعدل يضيف لك مؤثر على أي حافة أو منحني مثل اللي تشوفه هسا قدامك أثناء الحركة الأدامة توفرها فقط على أصدار 3.6 فما فوق تقدر تستخدمها في مشاهد الإنميشن القتالية أضافة إلى مشاهد الحركة الثانية رابط التنزيل أيضا راح يكون في الوصف أما بالنسبة لأضافة المجانية الرابعة هي أضافة كلوث ماستر هذه الإضافة راح تساعدك بصنع محاكات القماش خلال ثوانية اعتبرها من الأدوات المهمة للفنانين ومصممية 3D وحتى لممتدئين بصنع تصادمات القماش مع كائنات الثانية أيضا تقدر تعرف كل مميزاتها في صنع المحاكات المختلفة بعد تجروتها وطريقة عملها رابط التنزيل حيكون في الوصف متوفرة أيضا على موقع قامروت بالمركز الخامس إذا تريد تعرف إضافة توفر لك ضرر أو تشوه حقيقي على شبكة مشروعك أرشح إضافة Real Damage متوفرة بشكل مجاني هذه الإضافة تساعدك بإضافة تشوهات حقيقية جميلة على الشبكة المستخدمة في مشروعك وأظهر المواد الإجرائية بشكل تلقائي مثل الحديد ومواد ثانية تسبب الضرر للشبكة الإضافة متوفرة على موقع Blender Market اللي هو يعتبر السوق الأول في شراء الإضافات لبرنامج Blender رابط الإضافة راح يكون في الوصف موسيقى الإضافة السادسة هي إضافة Granite هذه الإعداد تضيفك تعاكل حقيقي إلى سطح نموذجك بشكل تلقائي بدون أي تعب بنقرة واحدة التحكم الكامل بإضافة هذه العيوب أو التأكل الخفيف إلى الشبكة من إضافة خدوش أو تراب مع خدوش وبالتالي إظهار طبقة إضافية من الواقعية لمشاريعك الإضافة متوافقة مع محرك EV ومختصرة للوقت بإضافة هذه العيوب الواقعية للشبكة رابط الإضافة راح يكون في الوصف متوفرة على موقع GAMROAD الوصف متوفرة على موقع GAMROAD والإضافة اللي بعدها هي إضافة مشاريع الأرش هذه الإضافة تضيف للقياسات هندسية داخل البرنامج للكائنات بمراض قياسة وبالتالي تصدير هذه القياسات التوضيحية على شكل أنيميشن توضيحي للمشهور المصمم عنده فيديو تعليمي كامل لطريقة استردام تقدر تشاهده وتتعلم طريقة عمل هذه الإضافة طبعا موجه للطلاب الهندسة المعمارية وتناسب احتياجاتهم متوفرة حاليا على موقع GAMROAD الرابط رح يكون في الوصف بالمرتبة الثامنة إضافة Dynamic Parent من الإضافات المهمة بتقليل الوقت عندك أثناء عملية إنشاء مشهد أنيميشن ومن وظائف الأساسية هي تمكين وتعطيل علاقات بين الكائنات العصلية والفرعية وهذا يسمح لك بربط الأجزاء اللي تختار مع بعضها أثناء الحركة الإضافة موجودة على موقع Github تقدر تطلع على البرنامج التعليمي للمصمم وتتعلم طريقة استخدام أيضا الرابط رح يكون في أسفل الفيديو بالمركز التاسع عدنا إضافة بوكتشين هذه الإضافة تسمح لك بصنع كمية جدا كبيرة من الكتب مع التحكم الكامل في الحجم والدوران وأيضا تدعم التوزيع العشوائي للمواد الموجودة داخل الإضافة هذه الإضافة موجودة على موقع Gamerwood الرابط رح يكون في الوصف الإضافة الأخيرة هي إضافة بون دايناميكس الأداة تصنع حركة فيزيائية للعظام أثناء الحركة لذلك في حال تشغيل أي نموذج للحركة تضيف تأثيرات عن طريق هذه الإضافة أيضا والتلاعب في الإعدادات للوصول إلى النتيجة المطلوبة تضيف لك حركة ديناميكية ومتناسقة للنموذج المستعمل في الحركة الإضافة موجودة على موقع Gamerwood الرابط رح يكون في الوصف أخيرا قبل أن نختم لا تنسى اللايك في الفيديو ولا اشتراك في القناة إذا عندك أي سواء رسينا بالتعليقات أنا أجاوب عليك وخبرنا شنو الأضافة اللي أجبتك في الفيديو ربا بالتعليقات